يسعد صباحكم زملائنا أكيد وصباح الخير لكل مشاهدين ومتابعين في برنامج فلسطين هذا الصباح من هذا المكان الذي يشمخ فيه النخل وقوفا نتعرف على أنواع البلح المميزة الموجودة في منطقة دير البلح في موسم جني البلح بأنواعه المميزة وألوانه المختلفة تفاصيل مختلفة ومتنوعة من خلال فقرتنا الصباحية امقوا معنا بالنسبة للبلح السنة مختلفة عن كل سنين اللي فاتت السنة هذه يعني بحكم الأجواء يعني الباردة شوية موضوع اللقاح ما أعطل النسبة المطلوبة نسبة البلح السنة في قطاع غزة بس خمسين في المية من قيمة المنتوج اللي هو العام نعم في هناك أنواع مختلفة إلى البلح موجودة عندنا يمكن زمان كانت معروف نوع أو نوعين لكن اليوم كثير من الأنواع الباتت موجودة أنواع محلية أنواع أوروبية خلينا نتحدث عن هاي الأنواع وقدش اليوم متوافرة للسوق المحلي نعم الآن هو أشوف بالنسبة للأصناف الأصناف الآن اللي موجودة يعني صارت كثيرة في قطاع غزة لكن في بعض من الأصناف اللي هو يعني في عندك الدجاني عندك اللي هو اللي هو دجلة نور عندك اللي هو الإخلاص السعودي الإخلاص الإماراتي عندك البرح القطري البرح الكويتي البرح الإماراتي البرح السعودي البرح العراقي يعني أصلا برحي إيجانا من الأغوار إيجي من العراق قبل سبعين أو ثمانين عام فيعني أصناف كثيرة موجودة عندك الزغلول الزريعة المصرية عندك السمان أصناف يعني عدة بتختلف بنكهاتها بأنواعها بكميات الإنتاج الخاصة فيها ولا بتشعر أنه بالنهاية كله بلح يعني فيه اختلاف يعني المواطن العادي اللي بيستخدم أو بيتناول البلح بيشعر بأنه هناك فعلا فيه اختلاف في النكهات وفي الألوان وفي الطعمات الموجودة بهذا البلح نعم آه الأصناف ألوان منها اللون الأحمر اللون الفاتح اللون اللي قريب يعني الغامج شوية بعدين اللي هو موضوع الأطعمة الأطعمة طبعا تختلف النكهة الطعم بيختلف فيه بلح بيصير تمر فيه بلح بيصير رطب فيه بلح بضل بلح طبيعته يعني الأكل للبلح فأصناف عدة يعني بالنسبة للبرح مثلا الميول تبعه للبلح أكل بلح الرطب بيصير رطب فيه لكن الرطبة فيه قليلة وبيبدو فيه في الموسم قبل لكمان يصير فيه بعض من الرطب وطبيعته هو بيتأخر يعني أنت تتحكم فيه مش زي الأصناف الثانية الأصناف الثانية بتهجم زي قصة الحياني من حد ما بنهز من العفش اللي فيه بيبدو يرطب مرة واحدة البرح فيه ميزة أنه هو بطول أنت تتحكم فيه يعني وهذا اللي خلنا يعني أو إحنا نشجع المزارع أنه يزرع من شجرة البرح بيصمد مع المزارع أكتر طيب فيه ملاحظ صراحة في مزرعتك خصوصا بأنه إحنا معتدين على النخل تحديدا أنه من الأشجار العالية جدا ومرتفعة اليوم إحنا بنشوف في المزرعة أشجار نخل مثمرة ولكن منخفضت الطول أو قصيرة الطول خلينا نحكي عن هذا النوع تحديدا وقد بيسهل المهمة على المزارع بالوصول للثمر كمان نعم أنت حكيت في موضوع اللي هو الأصناف اللي بتطولش بسرعة أو كذا فيه اللي هو الحياني القديم بيطول هذا بسرعة الآن النخل اللي موجود في قطاع غزة الجديد أو الحديث خلينا نسميه بمسمانة بطيء في النمو هم مجهزينه في مختبراتهم يعني عن طريق اللي هو المختبرات والجنات وشغلهم أنه النخلة ما تطولش بسرعة يعني كل ثلاثة أو أربع سنوات بتعطيش من سنة من الصنف اللي هو القديم الحياني فمن هنا صارت الناس حابة هذه الشجرة أنه نوها مش سريع بتعطي كل سنة حمل والنمو بطيء في الارتفاع وما فيش خطورة على العمال من حيث التعامل مع الشجرة أو الوصول إلى ارتفاعات عليا نعم هو هذه الشجرة صحيح بالنسبة للهداكي بتشجع اللي هو الصناعي أنه يتعامل معها ويشتغل لأنه ما بيتعب النخلة اللي بيتطول بيصير عبئ وحمل عن كانع صاحبها أو على الصناعي أو اللي بيشتغل فيها طيب كثير من الأماكن عنا في قطاع غزة موجود فيها النخل بأنواعه وثمر البلح بأنواع مختلفة ولكن ظلت الصورة مرتبطة دائما ذهنيا بمنطقة دير البلح بأنه هي أكثر الأماكن زخما بزراعة البلح هل باعتقادك بأنه نوع التربة ونوع المياه مهيئة أكثر في منطقة دير البلح لزراعة هذا المنتج من النخيل؟ هو شوفي دير البلح كانت زمان هو تسمى دير البلح لأنه كان أكثر أعداد النخيل موجود فيها الآن دير البلح صارت القصة اللي كان الأبو القديم بيرتله أربعين عشرين خمسين دولهم تقسموا على الأولاد خفت زراعة النخيل في دير البلح صارت الناس يعني تطلع للمزارع اللي بره أو اللي بيشتر أراضي أو اللي عنده أراضي بره بعمره فبدأ إنشاء النخيل بره بشكل يعني ربما أوسع من دير البلح أو أكتر هل بتعتبروا أنه شجرة النخيل من الأشجار اللي صعب الاعتناء فيها على مدار العام ويمكن هذا جزء من الأسباب اللي اندثرت فيه كثير من أنواع البلح الموجودة؟ والله هو شوفي الناس الأصناف اللي أول كانت بتتصدر بتنباع بره على الضفة وعلى الأردن وبتطلع بره يعني وكانت بتجيب مصاري وكان فيه من وراها يعني منتوج عالي ودخل عالي للمزارع الآن النخلة هذه اللي هي القديمة ما عادة شي تدخل فلوس لأنه ما فيه تصدير ولا فيه كذا فالناس من هنا تركت شوية النخل القديم التجأت آه كل السوق المحلي فالتجأت لبعض من الأصناف هذه اللي هي غريبة عنا كانت فبدأت تشتغل عليها لأنه كمان يعني حتى في المذاق والأكل شجرة اللي هو نخلة البرحي لو حطيت تقطف بين أربع خمس أشخاص ممكن يكلوه الحياني ما بيتاكل بلحة هو للرطب والعجوة والتمور يعني للشغلات اللي بيصنعوها للعجوة يعني هل من يعني هل يمكن الحديث بأنه شجرة النخل من الأشجار المكلفة على المزارع على مدار العام باحتياجها لكثير من الأدوية أو الأسمدة أو خلاف وأم أنها شجرة غير مكلفة للمزارع والله هو شوفي شجرة النخيل مش مكلفة كتير لكن بعد وجود يعني من عشر سنوات وتعلي جاي وجود سوس النخيل صارت النخلة شوية مكلفة بحكم الدول مستمر وكذا بتحدث اليوم عن كمان قد يستمر موسم البلح كثمرة مثمرة وموجودة في المحافظات الجنوبية عنا بقطاع غزة كم شهر بيستمر موسم البلح عنا؟ والله هو شوفي موسم البلح بيبدأ عندك من أول عشرة يعني من كان زمان في السابق يعني يبدأ الموسم في 27 29 تسعة الآن في 10 10 15 تأخر شوية بحكم المناخ يعني المناخات تغيرت شوية فاتأخرت البلحة نتفه لكن هي بتقعد لها يعني بعد وجودها بتظل في السوق موجودة مش أقل من شهر ونص بما يقارب الشهرين شهر ونص شهرين في بلح بيضل شهرين وفي بلح بقعد يعني من الشهر للشهرين لأنه في أصناف من البلحة بتتأخر هي طبيعتها يعني ما بترطب بالعجل بتظل بلحتها ماسكة فالمزارع بتعلق في شغلة اسمها نخلة بتتأخر لأنه بتصير مش موجودة في السوق هو الآن لما يكون هو مفروض 2 3 5 10 في السوق السعر بيكون مرتفع زي قصة أنه عرضوا طلب للسوق أبرز منتجات البلح اللي مطلوبة عندنا بالمحافظات الجنوبية ومعروفة وعليها طلب من الستات تحديدا والله هو أشوفي طلب موضوع الستات هم بركزه على النخلة اللي هو الحيانية النخلة القديمة اللي هو أصلها مصر أو العريش النخلة هذه لأنها هي متخصصة لموضوع العجوة والشغلات اللي بتخدم الموضوع النسائي فعشان كذا هم النخلة هذه بيأخذوا منها كمية يعني من الرطب وبيستخدموه للعجوة وبيستخدموه في المعمول وفي الكعك وفي الشغلات اللي هي المحلية يعني في كل الحلويات حلوياتنا التقليدية والتراثية المعروفة عنا بفلسطين نشكرك جزيل الشكر ويسعد صباحك بارك الله فيك وإحنا بنشكر تلفزيون فلسطين وبنشكر القائمين عليك واللياتهم إن شاء الله مشاهدين الكرام بهالموسم المميز لموسم البلحي اللي بننتظره من العام للعام بألوانه بالأصفر بالأحمر وحتى بتحويله للرطب والعجو الكثير من المنتجات المرتبطة بالبلح بنكون وصلنا لختام فقرتنا الصباحية من المحافظات الجنوبية هذه عودة للسديوات نبي رمالله إليكم زملائي من جديد يسعد صباحكم